اهلا بكم مشاهدينا مرة تانية وكل سنة وحضراتكم طيبين والأمة الإسلامية بكل خير ويومنا وبركات بيتجدد لقناة الأسبوعي مع فقرتنا عن صحة الجلد عموما بيكون مشارفنا دايما ضفنا إن دايما دكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية والتجميل لازم أقولك كل سنة طيبة دكتور عاصم كل سنة طيبة يا سلام وحشتنا جدا وحشتنا والله ربنا يبارك فيك يا دكتور كل سنة أنت طيب وكل الأمة كل سنة وهي طيب يا رب اللهم أمين وإحنا داخلين على شهر رمضان كل واحد بيشوف الشهر من زاوية خاصة طبعا طبيب الجلدية بيشوف شهر رمضان إزاي؟ هو الموضوع ده أصله قتلة بحسن زي ما بقعه ده فتح كل الميديا والجرائد والكتاع كده نمرأ واحد واثنين وثلاثة نرجع تاني ونقول أنواع الجلد إيه وألوان الجلد إيه في ديئتين إحنا عندي لجلد جاف يعني جاف لأي سبب حنقولهم يا إما جلد أويلي اللي هو مدهنن خلال يا إما مختلط ده مع ألوان كتيرة ده عندنا لون أبيض لنا أصمر كده ليه المقدمة ده؟ لأن كل واحد من دول إحنا حيتأثر تأثر مختلف أول ما يصوم فنبقى حطلها قعدة علشان زي ما بقوله كده ولا زود ولا قلت مين اللي حيستفاد ومين اللي عايز يعمل حاجة علشان ما يتضرش حلو قوي كده يشوف كلام منظر مين اللي حيستفاد اللي عنده أويلي سكين أو اللي هو وشه دهني الوش الدهني ما بيسكتش على كده أويلي بيبقى عنده حب شباب بيبقى عنده بشرة دهنية بيبقى عنده إجزيمة دهنية عنده قشر كتير جدا 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 ويبتدي يوقع أن الطقم ده كله اللي أنا بقوله لك ده من ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم مية المية حيستفاد حتى يستغرب هو إيه اللي حصل عشان أنا أتحسن كده أويلي سكين بيقل الدهون بتاعته وإفرازها مع الصيام لأن إحنا أساسا في بر الصيام بنكتب له ريجيم أكل كده أنه قوله إيه قال الألبان قال الدهون بتاع كذا كذا كده فتلاقي اللمع اللي في وشه قلت يبقى أول واحد عيال حب الشباب اللمع اللي في وشه والحبوب تقل 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 يعني غصبا عنه يعني الصيام يعتبر شبه علاج بالنسبة له شبه علاج بيستفاد منه بيستفاد منه قوي يبقى إحنا الجزء الأولاني ده وده يعني مهم جدا السكتور ده من الناس أو المجموعة ده من الناس هنقولهم تاني ذوي البشرة الدهنية ذوي عندها حب شباب أو عنده حب شباب عنيف اللي أكتر من كده وده مهم قوي الناس اللي هم عندهم إشر كتير في شعرهم كل الطقم ده حيستفاد حيستفاد وهو سايب إيده مش هيعمل حاجة يعني حيبتدي يستفاد ده ما عنديش أي تدخل علاجي احنا دلوقتي صايمين بس لا احنا صايمينه بس إنما استقباله للعلاج كمان حيبتدي يستقبله أسرع فعلشان أنا بقولك الحتة دي بقت من كتر ما بعض أقرأ في البيديا كفيها كلام مين اللي حيتعب شوية وعايزين نديله حاجات علشان لما يدخل على الصيام ما يتقصر شيء صاحب البشرة الجفة صاحب البشرة الجفة ده احنا حنقولهم تاني جفة مولود كده أو جفة أصبح كده يبقى وبرضه نظم نفسينا اللي مولود كده ده عنده حاجة اسمها إجزيمة تأتوبية إجزيمة تأتوبية لأنه أتوبك أتوبك يعني إيه إنه جلده جاف مورس من والده أو والدته ده أول ما حيبتدي فعلا حيبتدي يصوم شوية حيتعب طب أنا هعمله إيه حسيبه كده لأ لو هو كان بيدهن مرتبات الجيل التالت اللي أنا قلت لحضرتك عليها دايما يدهن منها أكتر يعني أنا لو كنت معوده إنه يدهن بعد الحمام مرة واحدة بتاع مرة دي تلات مرات حيلاقي نفسه الدنيا تمشي وإيه سفارة ما حصلش معه أي تأثر بسهر لا بس إيه وعي ينسى ليه إيه وعي ينسى يعني زي ما نقوله إيه حيتعب شوية بس يا دكتور حك في وقت السابق قلت إنه ديني بتكون بعد الحمام هل أنا كده مضطر إنه أنا أخد حمام كذا مرة في اليوم لا هنعمل مرة واحدة مرة واحدة والتانية يخسل وشه ويقوم بيستخدم الصابونة اللي كلها زيوت يمستخدم الدهنات الجيلة التالت اللي هي بتصلح أصل الشخص ده عنده دفكت أو نقص في الباريير الباريير اللي هو الحاجز بتاع الجلد هو مولود كده أنا لا يمكن أعتقد في يوم من الأيام أنا دكتور عاصب يعني إن الناس دي مريضة ليه لا يمكن لأنهم ربع الناس يا شاه يعني مش مو سبحان الله يا ربع ربع الكرة الأرضية كده آه يعني فأنا بقول لك يعني إيه ربع الناس يعني حد يقنعني سبحان الله يا ربي يعني حينزل ربع الناس مرضى دول مش مرضى دي بيسموها state state حالة حالته كده حالته كده جلده جاف فضروري يبتدي يدهن أكتر وأكتر 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 من الدهنات دي حيلاقي الدنيا ماشى كويس قوي دول الإجزيمة التأتبية طب ممكن يا دكتور بس نتوقف عند الجزئية دي معنا الأستاذ هاني أهلا أهلا أنا أماني أماني أهلا صايم بقى معلش زيك أستاذ أماني أخبارك كل سنة وأنت طيبة كنت بس عايزة أسأل الدكتور عاصم زي حدك للدكتور الحمد لله كنت سألون طيبة أنت طيبة يا فن أنا أخدت علاج كيماوي مخلصت بقادي شهر فطلع لي في جراعي بقع بني كتير كده فهل حد يعني في علاج لي ممكن أسألك كم سؤال أولا سلامتك ألف سلام الله يسأل بحقادي أنت خلصت العلاج الكيماوي ولا فضلك لسه فيه خلصت خلصت خلصتي أه خدت كمان ريديو أخدت على أهو أخدت شعي عام طيبة يا بابا خلصت برضو أنت خلصت ده وخلصت ده أيها لقيت في بقع غمقه في دراعك صح أيها أيها ولا حاجة خالص أنا حقول لك دلوقتي هنمشي إزاي بس هعيد لك تاني سلامتك ألف سلامة والحمد لله كده هقول لك الدهنات اللي حتدهنيها هتلاقيها البقع دي بتروح البقع دي بتروح لوحدها أماني يعني يعني أنت تستني كده شهر مش هتلاقيها فأنا حديك دلوقتي هقول لك حاجات سهلة أو إن شاء الله بإذن الله وألف مليون سلام عليك ربنا يتمم شفاك إن شاء الله السيد أبا نوب ألو ألو السيد أبا نوب أهلا بيك أهلا بحضرتك بألف خير يا رب فضل يا فانت أنا لسي كان استفساره للدكتور بس إن أنا كان عندي بيطلع لي سانت فتناجي سانت فتناجي سجل بسجل بشعري فكلما عاجه إذا كان بكاوي أو إذا كان بمراهم أي إن كانت بي إيه برضو بيلجع بعد فترة يلجع يا رب تاني تطلع واحدة بعد كده اثنين بعد كده تلاتة ونفسك كر أنا مش عارف إيه أهلا بسرعة فيه عندك في كل الفروة ولا في حتة معينة لا في حتة معينة وأحانا بيطلع في حتة جهيدة طيب عددهم بالتقدير الأسوأ عشرة عشرين ولا تلاتة أربعة حلوة واوة واوة كده حقول لحضرتك يا بنوب معي كده واحدة واحدة أنا مش عايزك تكويهم تاني بس خلاص مش حنكويهم تاني أنا حشرح لك دلوقتي حنعمل لهم إيه يا بنوب تمام ومع أنا الأستاذ أحمد هلو أهلاني أستاذ أحمد مالذي نحن تكلمي الدكتور تضلي فاندي تأمرك دكتور عندي أبوهاي أبقى لي 6 سنين فأني حتة في الأطراف في رجلية وإيدي عند صوابع الإيد وصوابع الرجل ولا فوق شوية لأ عند الصوابع في إيدي عند الصوابع وفي رجلية كلها بقاله قد إيه ماله بتاع 6 سنين كده لأ ما أنا حقول لك بقالك قد إيه مفيش حاجة جديدة طلعت لأ ده بيزيد على طول آخر مرة حاجة جديدة طلعت من شهر شهرين ولا سنة سنتين لأ شهر شهرين طلع حتة جديدة آه حاضر يا أبا أنا هقول لك يا أحمد دلوقتي حنعمل إيه نتشكريني يا أحمد وسمعنا وحنجاوبك بإذن الله فضل لك نجاوب أحمد 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 البهاء بنقول إيه أنه أكتف ولا مش أكتف يعني إزاي كل من ناشط ناشط ولا لأ بالسؤال اللي أنا سألته له آخر مرة طلع بوتشة جديدة إيه هو ده آخر مرة طلع بوتشة جديدة إيه من شهر شهرين يبدأ ناشط يبقى ضروري حياخد إنما كان مع الطبيب حياخد حاجة اسمها كورتيكوسترويد يعني كورتيزونات علشان يوقف ازدياده طيب اسمع يا أحمد الكلام اللي بيقوله دكتور عاصم كده وحاول أنك تكتبه ورانا لأننا ما بنقولش أسماء الأدوية بنقول تركبات وأسماء علمية طب علشان حنتعبك تكتبه ورانا آه يبقى ده ضروري يكملها علشان ما يطلعش تاني نقوله الاسم تاني معلشه آه هو كورتيزون كورتيزون بس أنا مش عايز تكسمي سازون ودي أسامي علمية إنما هو حيروح الصيدلية الدنيا سهلة خالص فيه إراس حياخد منها حياخدها ويكلي دوز يعني إيه ويكلي دوز أسبوعية حياخد حاجة 20 ميلي جرام مرة الخميس مرة الجمعة وديت من كل أسبوع والدنيا حتبقى ماشا كويس أول ده يبقى وقفنا النشاط لكن إحنا عايزين نعالج اللي موجود نعالجها إزاي فيه حاجة اسمها تي سي آي تاكروليماس دول نقوم حطينها على الدهان هنا كده ده الاسم العلمي برضو تي سي آي ده والبريما اللي اتنين دول يدهنهم هنا يعني التاكروليماس آه تاكروليماس تاكروليماس أهو كده يدهنها هنا ويدهنها هنا ده قد يدهن آه حيقعد يدهنها بعض دول بعض الضهر آآ وبالليل مرتين في اليوم مرتين في اليوم يستمر ما أنا حقول لك والصبح يدهن إيه آآ بيتاميسازون البيتاميسازون بيحصل حاجة عشان محدش يعني زي ما قولوا يفهمنا غيره بعض الأدوية بتاخد الاسم العلمي يبقى هو الاسم التجاري ده برضو على الشأن ما هي دي قد تعتبر ميزة يعني آه ميزة بس ضروري يبقى فهمنا كتير من اللي أنا بقولهم فيبقى كده الدنيا تمشي تبقى الدنيا كويسة ويتحسن الأمر حيتحسن إن شاء الله طيب إحنا معنا تليفونات تاني ماهي أهلا بيك يا فندم اتفضلي إزاي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم كل سنة حاجة طيبة أكلم الدكتور لو سمعت أمرك أي دكتور كل سنة حاجة طيبة وانت طيبة يا ماهي كنت عايزة أسأل حضرتك الأول على شعري شعري ما بيطولش خالص يا دكتور بقى له قد إيه ما بيطولش ده بقى له فترة طويلة أنا عندي 23 سنة لا برضو أنا عايز وقت بقى له 6 سنين 7 سنين 8 سنين ولا سنة حد حد معين وما بيطولش حوالي سنة لحد معين إيه هو أنت بتقصيه؟ بقصه كل 40 يوم الأطراف بس طيب تقصهوش تاني أنا ما هشرح لي كماهي يعني إيه شعري ما بيطولش هشرح دي سهلة قوي بقى أسهل حاجة عندنا طيب هنجاوب كماهي اسمعينا معانا نصيبة ألو ألو أهلا نصيبة أسماء 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 أعمال إيه ده أعمال معلش دين يا رمضان أهلا بيك يا أسماء صرح يا أخي وانت طيبة وبالف خير يا رب يا رب ممكن لك ألهم الدكتور؟ أعمال سوا عليك وزاك يا دكتور الله يسلمي يا دكتور عملية أخ يعني ممسوقه كده فبيغرش في جسم جامد جدا جبت له أرواع علاقة كثيرة وفيش حاجة رضياتها الدهار أخوكي إيه معلش؟ محبوس فبيغرش في جسمه هرش جامد جدا وقتباته ما بيغرش أه أخوكي إيه؟ فهرش بطريقة وشة أه وبيعاني من هرش شديد الهرش بالليل أكتر؟ لا بالنهار وبالليل هو على طول ما قاعد بيغرش بطريقة وشة هو رجع البيت بالسلامة يعني أو لا؟ لا لا ما رجعش لأ أه بيعاني من ده في محباسه يعني؟ أه بس إلا كنت متأكدة أن الهرش مش بالليل بس؟ لا لا ده طول ما هو قاعد يعني يعني مبارح أنا كنت عندك أنا عادي طول الوقت يعني أنا تعتبر طول الوقت طيب هنجاوبك يا أسماء حاضر من هنين طيب معنا حد تانية جماعة؟ معلو؟ معناش؟ طب تمين نبدأ نجاوب نبدأ نجاوب خدنا الأبروف نأخد آخر نرجع بقى آه إحنا جاوبنا أحمد وجاوبنا الآخر حد هنعايزين نجاوب أسماء هي شعر ما بيطولش حاضر لا دي ما هي يا ربي ما هي شعر ما بيطولش الشعر ما بيطولش دي مدة معينة وبعد كده هتلاقوه بيتحسن أوي 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 ما تعملش حاجة لا بس ضروري من من إيه مدة طول الشعر دي دي حاجة عائلية برضو أنا كنت دايما نقولها دي اللي إحنا بنسميها يا هشام الأنجن طايم يعني إيه الأنجن مدة المدة بتاعت كل شعر يعني العائلة دي العائلة دي معروف الأنجن بتاعها طويل يعني إيه بيقعد يطول في خمس ست سنين زي ما حك قلتنا مثلا منطقة الخليج مثلا بيتميزوا بكده عن الله ينور عليه في مصر مثلا وأنا كنت دايما يعني أنت عائليا الأنجن بتاع بعض الناس قصير سنة ويطور كده ويقف طول وفي ناس تانية العائليا برضو طويل ويبتدي يطول زي ما أنت قلت الخليج كده إيران كده الحتة دي كده لا وكنت أهزر وكنت أهزر أقول لما تروح تخطب اسأل على النسب والحسب والأنجن اسأل شوف يعني نقول لهم يا طانت الأنجن بتاعك قد إيه الأنجن بتاعك قد إيه عشان يبقى يعني دخل على ميينة يعني هو اللي شعره كوي فالمهم واحد اتنين ثلاثة إحنا دي هنمشي معاها واحد اتنين ثلاثة هتلاقي تبتدي تعمل كل أنواع المينوكسيديل وشعرها هيتحسن قوي قوي ويبتدي تحس بطوله تمام أسماء هي بتقول بقى أخوها بيعاني من هرش هو أنا متوقع أنا متوقع أن ده عدوى دي عدوى ودي بتحصل كتير خالص يعني وسهلة احنا هناخد أقراص آيفيرزين آيفيرزين زين أقراص آيفيرزين أربعة ودول يتعادوا بعد عشر تيام هيتحسن بشكل جامد إلى أقصى درجة لأنه إيه اللي مدايقه كمان إنه عنده حكة عصبية خليته بس برضو الترتيب الصبونة النظافة هتلاقي الدنيا تحسنت قوي كويس جدي طيب هماني كانت بتاخد كيماوي وخلصت كله بس عندها بعض البقعة البقعة وأنا قلت لها لما هتكمل هي بعد شوية سلامتها ألف سلامة هتلاقي الدنيا هتحسنت خال فهنديها هنديها هنديها حاجات بتفتح ايه هي الحاجات اللي بتفتح حاجات فيها مركبات الهايدرو كينون هيدرو كينون ده هناخده 2% أو 4% هتلاقيه ما شاء الله موجود وهو موجود بكسرة دلوقتي كويس ده يقضي على الموضوع يقضي طبعا على وتستمر عليه المدة استمر عليه عمرها ما هتاخد أكتر من أسبوعين هتلاقيها راحت بس برضو هي هتخف الوحدة إن شاء الله يعني مش محتاجة حاجة الجلدي لوحده كده بيخف بعدة عن الكيماوي طيب احنا مش نسيين أبا نوب وهنجاب طبعا سؤاله إن شاء الله بس بعد ما نروح لفاصل سريع بعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مرة تانية في موضوعنا وفي موضوع فقرتنا الرئيسية النهاردة ونستقبل تليفوناتكم برضو بعد قليل إن شاء الله رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا بسهما زال مشرفنا دكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية وكنا بنجاوب أسئلة حضراتكم لكن هنرجع طبعا لموضوعنا الأساسي وإحنا بنتكلم على أنواع البشر المختلفة ومدى تأثرها بالصيام وطبعا ربنا إن شاء الله يجازي الكل كل خير كان متبقل لنا بس يا دكتور عاصم أبانوب كان بيعاني من صنط فيه في راسه يقول بيرجع تانية كل ما حيشيله حيرجع أحسن حاجة في الحاجات دي إنه مش ما يشيلوش يسيبو يعني يسيبو ونحط له مس في مس تركيبات مس وفي مس يروح يطلب مس صنط ليه أحسن اسمه كده في الصيدلاء هو ليه اسم علمي سليسيليك لكتك سليسيليك لكتك سليسيليك لكتك حيجيبو حيمس كده وبقينا نديهم حاجة حاجات حق يعني فتحت الجلد كده بتضيعها يا شاب لكن ما يكوهاش تاني لإن تكرار الكوي حيعمل له حفر في الفروة الرأس طيب المس ده كم مرة في اليوم مرة واحدة مرة واحدة يوميا عشر تيام كده هتلاقي الدنيا تحسنت ما يكملش بعد العشر تيام لا لا هي هتروح حتى خمس ست يام هتروح طيب تمام جيد نرجع بقى دكتور لموضوعنا الأساسي احنا تكلمنا على البشرة الضهنية تكلمنا على البشرة الجاسة طيب البشرة الضهنية وحب الشباب بتاع البشرة الضهنية ده مهمة قوي أول حاجة نبص عليها عشان ما نطلخبطش الشخص اللي قدامك ده الطفل حتى أو الولد بابا ومامته عندهم حفر يبقى ده يبتدي يتعالج بدري خالص 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 فنعمل ايه؟ هو ده اللي منديهم ايزوتريتينوين من بدري ليه؟ علشان ما يرجعش تمام فهنديله الايزوتريتينوين من بدري ليه أنا ابتديت بدري علشان علامة واحدة الأب والأم الأب والأم مالهم أيهما أو الاتنين عندهم بقايا حب الشباب وهم صغيرين فالراجئ الابن ده أو البنت ده أول ما هيجي لها حب الشباب حتتحفر فدول بسرعة كده هتعمل معهم من بدري أيهما ودي مهمة أو والأيزوتريتينوين هو الاسم العلمي والاسم التجاري من الحاجات السهلة هناخده ثلاث مرات بعد الأكر خلص الموضوع لكن دول كلهم كلهم المجموعة دي من البشر بتتحسن فعلا على آخر رمضان يعني بيلقوه نفسهم إنهم تحسنوا أو إنما هنرجع تاني مين بيسوق بيسوق مش بيسوق محتاج رعاية أكتر اللي هي اللي محتاجة ترتيبات اللي هي جلدهم جاف جاف مولود جلد جاف أو أصبح جاف أكتر إزاي؟ لو هو بتاخد أقراص الآيزوتريتونين اللي أنا لسه أقيلة دي وشون بينشف بينشف قوي وندخل على الصيام حتلاقي الدنيا محتاجة ترتيب فالترتيب مرة واثنين وثلاثة واربعة حيمشي عادي خاصة هل المياه ممكن تكون علاجة دكتور عاصم؟ شوية 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 بس مش الأساس؟ لا طبعا مش الأساس هو بنعمل بنخليهم يدهن يحطوا في الشوم شوية مية كده وبعدين يقوموا دهنين أول ما هيدهنوا الدنيا طبعا لو الإمكانيات موجودة التكيفات مهمة لو الإمكانيات موجودة التكيفات والبعد عن الشمس الحمد لله أنا افتكرتها دي أهم حاجة من كل اللي عمال أقوله ده الشمس مؤزية جدا 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 أثناء الصيام فضرور لكل أنواع البشرة كل بقى بس طبعا كمان الجفة فدول نعمل لهم ايه؟ ده يدهن يحط محجبات الشمس مرة واثنين وثلاثة وهو نازل الشمسية ايه رأيك في الشمسية جميلة جميلة أنا معرفش ليه بطلوها عايز أقولك ده الناس في أوروبا دايما ماشين بيها إلا ما احنا ليه بنتكسف ان احنا نمشي بيها أنا معرفش بتاعت الشمس غير بتاعت المطرة الصراحة يعني بتاع الشمس هلش ما احنا ممكن ننقي شكل لطيف كده والدنيا وتمشي علشان الدنيا تعدي لكن ما يكسف ايه؟ لأ أحسن ما يتحرق أصوه هو ممكن يدوخ ويجيله ضربة شمس أو ضربة حر وديت بتحصل للكب هايمنع الشمس؟ أه ولو نظاره هايمنع الشمس؟ وخالص عايز حاجة عايز حاجة كبيرة مظر الله بالنسبة لك تعرف الحاجات الأشي الكبيرة أحسن والله أنا وأنا ماشي لقيت يعني ناس كبار في السن لابسين كاب بتاع أشي كبيرة كده زي لي في المصايف آه طبعا يعني هو ضروري يحمي نفسه ولما يحمي نفسه بشكل مرة واثنين وثلاثة هيتعود هيتعود بس ما يمشيش في الشمس دايريكسون إكسبوجر يعني تعرض للشمس كده وفي الميت دي الظهر يعني ضروري يحط محجبات الشمس وبكسرة آه كتير جدا جد طيب معنا أمه محمد ألو أهلا بيك يا محمد أهلا بيك عليك سليم أنا أحطك طيبين أنت طيبة دكتور عاصم من فضلك فضلي أنا عندي كنت دعودت ودخلت المستشفى سلامت ومنعت أكله شربه وكده وبعدين جالي حزام ناري دكتور قالي حزام ناري واخدال حضرتك الموجود لسه يا ريت موجوده بس ده ألم البني مرهم وبعدين وقلع نار من رمضان اللي فات يا سنة روح تخذت علاك عند دكتور بريجا تريغان لا بغض النظر مش مهم مش مهم الحالة حديثك عبالة عن نار أنا ما شتتش من قطر نار اللي فيه حزة بحزام حزامني حاضر أنا هسألك سؤال هسألك سؤال واحد الألم بيقل والعمال يزيد لا ما بيقلش نار نار عندك كم سنة يوم مهمة واحد يستين ربنا يديك الطرط العام أنا هقول له حضرتك هتعملي إيه والدنيا سهلة لسه بتاخدي أدوية يا محمد موقفة أدوية ولا بتاخدي أدوية لا أخذ الأدوية تبقى تاخذ دولارين 150 عشان أهدي طيب حاضر حاضر معنا مي مي أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي 20 سنة وكنت عاوزة أسأل الدكتور أنا عندي هالات سودا ومش بطلق خالص وحللت أنميا وقال لي هي الأنميا تسعة يعني الهوموجلوبين تسعة آه تسعة ومش بتروح برضو وبردو يعني مش بظهر ولا حاجة اللي هو الحاجات اللي تخلي فيها هالات هي دايما عندي يعني عملت تحليل عملت أنميا لا ما عملتيش الكبد والكل أي الحاجات دي لا الحمد لله ما فيش أي حاجة لا لا أنا هقولك على تحليل على شادة دنيا تتزبط يعني هقولك دلوقت حاضر طيب اسمعينا يا مي بنشكرك شكرا جزيلا شكرا طيب يا دكتور أم محمد بقى هي عندها أم محمد عندها الحزام الناري أكتر حاجة مؤلمة في تاريخ البشرية شايف إزاي هي الحزام الناري أنا حقول الأول كلمة يعني قاعد معاها سنة وده مدة طويلة جدا وما بيعدش كل ده إيه اللي قاعد منكمل معاها حنسميه ما بعد الحزام الناري الحزام الناري يعني بتعتقد أن الحزام الناري نفسه خف يا دكتور وجد لي أفتار تانية بوست هربيتك نيرالي الألم بعد الحزام الناري ويقعد بقى ايه كتير قوي 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 خصوصا ربنا يديها العمر يعني في السن الكبير الشباب بييجي ما بيحسوش بيه يعني بتلاقيهم مكامل ده حقيقة ده بيبقى أتاك تانية فأنا أقترح عليها إنها تاخد فالس سايكلوفير فالس سايكلوفير ده ضد الفيروسات فالس سايكلوفير ما أنا قلت لها بقى الاسم اكتبي اكتبي ورانة يا محمد فالس سايكلوفير فالس سايكلوفير وده في لو جابت دهانات مخدرة من اللي احنا بنستخدمها كأطباء ودهانتها يعني فيه منهم كتير قوي فتقول له دهان مخدر هتحطه حيريحها شوية وتحطه منه عشان يريحها هو ربنا يكون فعونها مؤلم جدا طب أنا عايز أقول إزاي ما نخلهوش يحصل كده أول ما يطلع في خلال 72 ساعة ناخد الأقراص الفالس سايكلوفير فنصيحة اليومين دول كمان معرفش ليه منتشر أول ما نلاقي يبتدى فيه ألم من الجنب الناحية دي أو الجنب الناحية هو بيجي الحزام الناري بجنب واحد بس ما يجيش يعني ما يجيش في الجنب ما يلفش الوسط لأ نصه ويجي هنا في الوسط في الناس الكبر من أول نلحق في خلال 72 ساعة ماكسموم نقوم من دينهم الاثنين قرص ده ثلاث مرات في اليوم فالس سايكلوفير يوقف الموضوع آه يوقفوا بسرعة رهيبة جيه في رمضان جيه في خميس وجمعة ما فيش دكاترة ما فيش كده مش هيحصل حاجة ياخد الفال سايكلوفير ده ويلحق أو تلحق قبل ما ما يقوم متمكن منها بس يامو محمد هتاخد برضو من الأقراص دي دلوقت ليبال ان امتدادها كده ساعات بنشك انه هو التاك تانية يعني حصل لها التاك تانية انما لو خدت وخدت المسكنات وخدت البنج الموضعي ده اللي هو الكريم المخدر المخدر هينفع او 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 في حاجة تسمعها تجرى طول ودي مهمة الى اقصد في حاجة عايزة اقولها لك يا امم لو انت عندك احفاد ربنا يخليهم لك يبعدوا عنك موضي اه في الفترة الاولانية لكن برضو يبعدوا عنها وليه لان انت لو عادتيهم مش هتعديهم حزاب ناري هتعديهم جديري مائ سبحان الله ليه هي لما تيجي بحدش يجي يحضنك خصوصا يحضنك يعني الهدوم ما تعملش عزل يا دكتور لا ده الدروبلت كمان شكين فيها شكين في حاجات كتيرة لكن هي ما تبقى الاطفال لغاية ما خلاص هتخف خالص تبتدي تقعد معهم تاني عشان الدين يا مدن طيب بإذن الله على خير طيب 120 سنة قالت سود عندها 109 أهم حاجة إنها تكمل التحليل وتقول هنه تاني إيه تكمل التحليل تعمل إيه أهم حاجة liver function دلوقت وظائف الكبد وظائف الكبد ودي مهمة إلى أقصى درجة وإنزيمات الكبد تشوفها كويس وظائف وإنزيمات كبد آه دي سهلة على بال بس الحلقة الجاية تكوني خلصتها هنه وتقول هنه هنه هنقول لحضرتك حاجات كتيرة خالص تحت العيد بتبقى يعني سهلة بس احنا نعرف بس نتاج التحليل نعرف دي الأول يعني عشان الدنيا قدامها اسبوع وإن شاء الله كده تعمل فيهم التحليل على خير عشان نشوفها وتطمنين وتطمنين ونكتب لك بقى العلاج المناسب إن شاء الله من خلال دكتور عاصم بشكرك جدا يا دكتور عاصم مشرفتنا احنا برضو كلهم يلاحظوا إن نوع البشرة وهي دي اللي هتتفعل وحنستكمل بإذن الله الحلقة الجاية في نفس الموضوع إن شاء الله وشكرك شكرا جزيلا دكتور عاصم وكل سنة حضركم طيبين مشاهدين إن شاء الله كده الشهر كله يكون مليان بالخير واليومنا والبركات ونقبل حضركم بكرة بإذن الله على خير وحلقة جديدة من صباحك مصري